يترقب أهالي غزة الساعات المقبلة بقلق على أمل تمديد الهدنة الممددة فيما تهدد إسرائيل باستئناف القتال في القطاع المثقل بالموت والدمار صحيفة شرق الأوسط تناولت ثلاثة سيناريهات محتملة ما بعد الهدنة المؤقتة السيناريو الأول يستند إلى قدرة المفاوضين المصريين والقطريين على تمديد أطول للهدنة ومن ثم تبريد الحرب السيناريو الثاني يرتكز على عدم استسلام إسرائيل الكامل للهدنة بوصفها اعترافا بالهزيمة والوجيء إلى خروقات واشتباكات متفرقة ثم تجديد التفاوض على هدن أخرى لكن لماذا هذا السيناريو؟ وفق السيناريو الثاني فإن إسرائيل لا تريد لحماس والفصائل أن تحقق انتصارا معنويا أو رفع سقف التفاوض مع اقتراب ملف العسكريين الإسرائيليين الأسرة أما السيناريو الأخير وهو السيناريو الأكثر تشاؤما ويذهب باتجاه تجدد القتال وربما يكون القتال بوتيرة أعنف بعد انتهاء الضغط المتعلق بوجود الأسرة والمحتجازين في قطاع غزة